السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم موضوعنا عن عشبة متداولة ونستخدمها بحياتنا اليومية أغلب الناس يجون عليها فما يعرفون بأن هذه العشبة لها أكثر من اسم ولذلك من يجي إلى المعشب أو من يطلبها من عندنا وننطهي يستغرب بأن هذه شو اسمها غير شي مكتوب على العلبة ليش أنا طلبت هذا شي عشبتنا اليوم هي السنوين السنة مكي العشرق يجينا قال أريد عشرق العشرق هذا العشرق اللي هو بذور السنوين نبات السنوين هذا البذور مالته ويكون مفعولها أقوى من الأوراق السنوين أو السنة مكي هذا ولو قليل عديه موجود بس رأيتها أراويكم هذا الورق مالته العشبة طبعا العشرق هو أقوى مفعول من الأوراق ويعتبر ملين ضمن جرعات يعني الجرعة مالته أربعة غرام أو خمسة غرام باليوم اللي هي نصف ملعقة كبيرة على قلاس مي حار يا أما تغلي يا أما تستخدمك كنقيح تقبقه في هذه ثلاث دقائق تصفيه تشربه أو تغليه بس البخار لازم ما يطلع هنا هنا وأفضل وقت طبعا تصفيه أفضل وقت تشربه هو قبل النوم باليوم لأن من أربع إلى ست ساعات اللي يشتغل ويعتبر ملين الجرعات الزايدة هنا راح تسبب إسهال الإسهال يسبب مشاكل بالجهاز الهضمي يهيج الزأدة الدودية يسبب مشاكل بالأمعا إسهال هنا الإسهال اللي راح يخل الجسم يفقد السوائل المفيدة ولذلك أغلب الناس سيأخذونه للتنحيف وهذا أكبر خطأ السنوين ليس للتنحيف يعتبر ملين السنوين الجرعات العالية يسبب إسهال والإسهال يفقد سواء المفيدة من الجسم وبالتالي راح يسبب مضاعفات بالنسبة للأطفال عمر دون الـ 12 أو دون العشرة الجرعات كلش قليلة بس رغم هو ممنوع عليهم لأنه يسبب مشاكل لهم فلازم ناخذ يعني ببالنا بها نحن ننتبه اللي عمر نستخدمه وشنو الجرعات المناسبة الصحيحة اللي تنطي العلاج بصورة صحيحة ونتائج إيجابية هذا عشبة العشرق وإن شاء الله يعني استفادته من المعلومة مالته وشكرا للمشاهدة